بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام معنا سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين. هنكمل مع بعض النام من ومن هذا ان شاء الله هنتكلم عن السيليا والفلاجيلا. اه تعالي نتكلم اول حاجة عن السيليا او الاحدام. الفلاجيلا هي هي السيليا على فكرة. يعني ما فيهاش اي فرق. يعني هنتكلم في الاخر ان شاء الله. اول حاجة عندنا مين? السيليا. ما لها السيليا? قلنا قلنا قبل كده ان الموتايل استراكشور هي المخلوات اللي بتتحرك. قلنا السيليا هي الموتايل استراكشور الوحيد. هي الفلاجيلا اللي بتحركوا في الخلية. خلاص كده ما لهم بقى طوال شوية يعني. يعني هم بيطلعوا من سطح الخلية. يعني السيليا مش موجودة جوة الخلية عايشة جوها. هي بتطلع براها. لان هي وظيفتها برا. بص مسلا هنا. شايف مسلا انت المنزر ده مسلا. شايف? اذا السيليا بص عامل ازاي طلعة من برا. من برا الارجان ومن برا الخلايا كلها. ماشي? بص هنا مسلا برضو. هنا كده. اهي شايف? شايف دي كل اهداب كل دي سيليا كل دي سيليا عاملنا شبه الشعر اي شايف? هنا برضو. هنا برضو. شايف كل اللي طالع دوت سيليا. كل اللي طالع ده سيليا. اخيط بالك. وبالتالي في ان السيليا بتطلع من من? من السيلسروس. ساعة مكانها فين? قالك هتلاقيها في السيلياتة ابي سيليام. ان شاء الله بإذن الله هناخد مع بعد شابتر الابي سيليام. واحدة من انواع الابي سيليام او نسيج اطلاقي انه يبقى سيلياتة عليه سيليا. اشهر اماكن فيها سيليا هو الريسباراتوري والجينيتال تراكت. الريسباراتوري تراكت اللي هو الممر التنفسي. من اول النوز لحد ما تنزل من الانف للرئة يعني. كلها فيها سيليا كلها فيها اهداب. الممر اللي هو عند الجينيتال سيستم. خلاص كده او الجهاز اللي ايه الجنسي. ده عشان مسلا انا اطلع حيوانات منوية او مسلا حركة البويضات او ايا كان لازم في سيليا تزوء الحاجات دي. خلاص. يبقى السيب بتاعها فين في السيليات الابي سيليا اللي في الريسباراتوري والجينيتالترون. طيب اللايت مايكروسكوب الالكترون. اللايت مايكروسكوب. قال لك ان هما بيبقوا شورت. هما اللايت مايكروسكوب صورة شبه الصورة دي مسلا كده. بيبقوا شورت قصيرين يعني هي زوائد بروس يعني زوائد زوائد شبه الشعر فعلا شبه الشعر بالزبط لو بتاخد بالك. tank 온. كل سيليا است الكترون كل سيليا متصلة بحاجة اسمها بيزة البادي ده شكل سيليا اللي هو الشكل اللي انتم شايفه ده ماشي السيليا فين حدول السيليا فين السيليا اللي اخضر. اللي اخضر ده هو ده حدول السيليا وماني الاحمر ده ايه يا دكتور ده اسمه بيزة البادي كل سيليا مرتكزة على بيزا البدي. وكأن مثلا السيليا دية عبارة عن الزرع والبيزا بدي عبارة عن التربة اللي هي عايش فيه. خلاص كده يبقى سيليا ده متصل بمين متصل بالسيتو بلاس يعني هنا بقى السيتو بلاس مخرص. فهمنا? يبقى اه كل سيليا متصلة من تحت المين ببيزا البدي. يبقى باللايط مايكروسكوب يبقى نهو شورت هير لايك بروسس. ايش سيليا كل سيلياية متصلة بمين ببيزا طيب بالالكتروم ماكروسكوب بيباني السيليا بالمنظر ده بالمنظر ده المنظر ده شبيه جدا بالسنتريول ازاي والله احنا في السنتريول للناس اللي سمعت الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على شكله ان هو عبارة عن كارتويل أبيرانس وقلنا ان فيه سنترال زون وفيه تسعة سبوكس وفيه تسعة من المايكرو تيبيو صح ولا صح المراتي فيه نفس الكلام برضو بس فيه اختلافات بسيطة طب اللي شبه بعضه ايه اهو اول حاجة سنترال زون او سنترال كور اللي هي المنطقة دي كل دي ديات سنترال زون او سنترال هب طيب تسعة سبوكس اهم تسعة سبوكس عده منك ان تلاقيهم تسعة سبوكس وبعدين المايكرو تي بيوهز التسعة مايكرو تي بيوهز تت nosara томيا اولاا ال Center'之 or central zone تركيبها مختلف وبعدين قال لك انا مانديش تسعةonomوكرو تروبيوهز و衝اليا مايكرو تي بيوهز وتسعة سينائيات هناك كانت تلاتة ميكرو تي بيوهز ايه وبيو سي صح A و B و C و كل C متصلة بإيه اللي بعدها هنا لا هنا أنا عندي A و B بس A و B A و B A و B A و B وهكذا وكل B متصلة بالإيه اللي بعدها هناك كان كل C متصلة بالإيه لا هنا كل B متصلة بالإيه كل B متصلة بالإيه كل B متصلة بالإيه برطة اللي أنت شاهد قليل يبقى تاني يبقى أنا عندي تسعة تسعة سبوكس هه تسعة من المايروتيبيول Register A و B كل bye متسلى بالاي كل bye متسلى بالاي خلاص كده طيب ركز معاي ا 어� putting central zone دي أو central hub هتلاقي تتكون من إيه؟ هتلاقي تتكون في بعض بريج بكوبري ربما 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 ر تسعة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ممسوخة بحاجتين. والربطة اللي مسكها في البيل اللي بعدها. وهكذا. خلاص كده. يبقى الفريم الخارجي للسيليا شبه الفريم الخارجي للسنتريو. خلاص كده. ومال ايه الفرق بقى? الانرشيس او السنترال زون تركيبها مختلف. هناك كانت عبارة عن سنترال زون وخلاص. لا. هنا بقى اتنين مايكروتيبيون مسكين بعض ببريتج وفي حواليهم ايه? او انا الميمبريين. التسعة سبوكس هنا. الاسبوك راح هتمسك في الايه في الايه مايكروتيبيون. هنا عندي هنا تسعة دوبلت مش تسعة تريبلت من المايكروتيبيون. تسعة سنائية مش تسعة سلاسيات. عبارة عن ايه و بي. وكل ايه ممسوكة بسبوك. وكل بي راح هتمسك بربطة مع مين? مع الايه اللي بعدها. خلاص كده. عظيم جدا. او تعالي نشوف بقى الكلام اللي هو كابا. احنا كده فيمنا خلاص. تعال شوف الكلام اللي هو كده. بيقولك ان كل سيليا بتتكون من ايه? اول حاجة بتتكون من البيز البادي. اللي هنستقلوه من شباية. اللي هو الراجل دو. البيز البادي ده. ده ما قلت لك ان هو في بيز البادي وفي مين? وفي السيليا. خبالك. ده البيز البادي وقلناه خلاص. وبعدين ده مين? ده بقى شافت او الاكزونيم بتاع السيليا ده اسمه شافت او جسم السيليا اهو طبعا بيقولك البيزل بادي ده نقولها اهو سنتريول ويتش هاز مايجريتت تونير زاسيل سيرفرس ان تو ويتش زاسيليم ازان كور يعني ايه يعني البيزل بادي ده عبارة عن سنتريول البيزل بادي اللي هو الاحمر دوت التحت ده عبارة عن سنتريول احنا خدنا ممر الفاتد مالو ميجريتت هاجر نير زاسيل سيرفرس او ناحية السيلم بريل ناحية ناحية سطح الخلية وبعدين مسك مسك في السيليا يبقى البيزل بادي هو عبارة عن سنتريول راح لحد السيلم بريل لقى سيليا امسك فيه صعب يسموه قينيتو قينيتو صوم ده برضو هو البيزل بادي طيب اتنين الشافت او الاكزونيم الشافت او الاكزونيم ده جسم مين جسم السيليا طيب ضحة منتك يتكون من ايه اول حاجة تو سينجل مايكروتيبيول mix in the center في النص اللي هو بيتكلم عن مين دلوقتي بيتكلم عن دول اللي هو مدول التين سينجل مايكروتيبيول في النص في السنتر او للح Kansas في الكروس سيكشن الاثنين اتنين اتنين مسكين في بعض ببريدج الو ربطة في النص متحوطين بغشاء بغشاء ستواني قوي في رمزة بيطلع من الشيس تسعة سلندر سبوكس بيطلع من الشيس تسعة سبوكس واخذ لي بالك تسعة سبوكس يعني رايحين يمسيكو في الاي مش رايحين يمسيكو في البي لأ بوصل السبوك رايح يمسيك في الاي وبعدين قالك تسعة بيرد دوبلت قبلت دوبلتس مش تربلتس الاخر المرة يعني على شكل دي قالك ايتش بيينج فورمد افتو سبوكس يتكون من اتنين سبوكس يعني مختلفين غير متساويين في الحجم ازاي يقولك مثلا اللي هي الفتحة مالها قالك ان هي يعني المحور بتاع السيريا طب احنا عارفين من الرياضة المحور اللي بيقى في النص يعني ده كده المحور الخط ده الخط ده كده اللي انا عمله ده بالسهل ده كده المحور النص الاي اقرب للبي الاي اقرب للاسف الاي اقرب للأجزز لمحور مين؟ لمحور السيريا يمكن ده مش باهم في المودل ولكنه كده الاي اقرب للأجزز من مين؟ من البي مش مهمة برد اقرب للاسف بص بقى يعني الاي اصغر من البي ان فورم اكمبليت سيركل بتعمل اه دايرة في اتسول الول بتاعها بيتكون من ترتاشر بروتو فيلمنت هو ايه بروتو فيلمنت ده؟ انا اخدتوا فين بروتو فيلمنت ده؟ بالمايكروتيبيول ده في الفيديو اللي فات مجموع بروتو فيلمنت مع بعض يكونوا لمايكروتيبيول طب انا عندي كام بروتو فيلمنت ترتاشر واحد يقول لنا انا مش فاهم بص ما هو الايه دوت؟ مايكروتيبيول المايكروتيبيول ده بيتكون مجموعة من البروتو فيلمنت انا عندي كام بروتو فيلمنت ترتاشر بروتو فيلمنت بص كل نقطة حمره من دول بتعبر عن بروتو فيلمنت كلهم مع بعض بيكونوا لي مين؟ المايكروتيبيول او مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد اشرة اتناشرة ترتاشر بروتو فيلمنت مع بعض يكونوا لي الساب يونت ايه خلاص كده؟ جميل جدا الساب يونت بي بقى لائز اوي فرمز اجز ابعد شوية من الاجز بتاع مين؟ بتاع السيلة او محور السيلة اكبر من الايه انت هاز اسي شي بشكلها سي كده لو انت خدت لها قطاع عرضي مش مهمة اتسول از ميد اف حداشر بروتو فيلمنت حداشر بس حداشر بروتو فيلمنت يكونوا لي الساب يونت بي وبعدين انتر دوبتو لينك ده لينك بوست او بروتو او بروتو بيربط مبين الساب يونت اي والساب يونت بي اللي هو يوصو بي ده اللي هو البامبه ده خلاص كده ده اسمه انتر دوبتو لينك يعني بيربط ما بين الدوبلة D والدوبلة D دا يربط ما بين الدوبلة D والدوبلة D mittlerweile أكثر يتكون من حاجة اسمها něكسن يعني الأollar يتكون من مادياسي يسميهاお願い لكن الأشافت يبقى تصوحة، يعني الشافت أو الجسم أو الأكزونين يتكون going 2 ثانجلت في النص ما بينهم بريدش وإزارة حواتين بشيز طالع منها تسعة سبوكس وراحين يمسيكوا في تسعة دوبلتس من المايكرو تيبيوت يتكون من صاب يونت اي وصاب يونت بي ما بينهم انتر دوبلت بعد كده روتلتس روتلتس يعني الجزور ودي بتبقى طالعة من البيزة البادي الروتلتس بتطلع من تحت من تحت البيزة البادي او من تحت السنتريول اللي هو البيزة البادي دوت بتطلع منها وتتواصل هي مع السيتو بلاس كأنها سلك موصل ما بين السيليا والسيتو بلاس وبعدين بيزة الفوت بيزة الفوت يربط برضو البيزة البادي مع مش مهم طيب بقى ايه بتاعة السنتريول اناس بتاعة السيليا ايه بقى اول حاجة ايه بتاعة السنتريول الهواء اللي داخل ما بيبقاش هوا نقي ما انت ماش في الشارع بيبقى فيه دست غبار بيبقى فيه أتربة بيبقى فيه باكتيريا وهو الاخر طيب مين اللي بيوقف الحاجات دي كان فيه عند حضرتك هير شعر الهير دو بيعمل ترابنج للموليكيولز الكبيرة يعني اي موليكيول كبير نسبيا بيقف الشعر ده هو اللي بيقف طيب بفض الحاجات اللي داخلها صغيرة يعني بتعدي ما بين الشعر هل تخش لا ما تخشش فيه عندي ميوكس فيه عندي اللي هو بيسموه السائل اللازج المخاط 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 اللي موجود عندك في مناخيرك ده موجود لإيه ده لازم يتو إيه علشان اي اتربة او اي حاجة صغيرة متعديش جوه تروح لمن بتاعتك تبوصها طيب انت مسلا ده موجود او قاعد يمسك فيه دست او اي 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 موليكيولز صغيرة حلو هيتاني موجود لا لازم يتطرد الحاجات دي برا فتيج السيليا اللي موجودة في الرزبات وتركت تقعد تزوء تزوء الميوكس بالحاجات اللي في ده لبرا 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 لحد ما تطلع عند مناخيرك وحضر تنضف مناخيرك حلو الكلام دوت هي فايدتها ايه هنا السيليا هيتاني مهمة جدا انها تجيب كل الميوكس اللي عمل او مسك مواد ضرة للجسم بتاعك تزوء البرا تزوء البرا لحد ما حضرها تنضف ايه تنضف مناخيرك وتبقى انت كده تخلص من الاتريبات خلاص كده ده اللي هو بيقوله يعني سائل او عن طريق ايه اوسط حرخالية في اتجاه واحد هل هتزوء لجوه لأ ده بتزوء في اتجاه واحد دايما الاهداف معروفة الاهداف او السيليا معروفة بتزوء في اتجاه واحد فقط ما بتزوءش في التجاهيل بخيط لبلك فهي بتزوء بتزوء البرا لبرا الجسم اه ده اول حاجة ببلك علي تاني حاجة يعني ايه برضو اول حاجة مسلا ايه هي حضرتك ده هو المستقبلات للضوء في القرانية بتاعت العين ان شاء الله لما تيجي تاخد الاي هنا في الهيستولوجي او لما تاخدها في اي حتة هتعرف انها بتتكون من الروتز اند كونز دي مستقبلات بتتستقبل الضوء ومش عارف ايه المهم الروتز اند كونز على سطحهم في سيليا على سطحهم في سيليا تم موجودة للسيليا السيليا ديت هي اللي تستقبل اللي تستقبل الضوء شوف ازاي طب مين تاني الالفاكتوري إبي συليم اللي بسيليم معرفنه اللي هو نسيجة طبيعية والفاكتوري الكلمة الالفاكتوري إجام الالفاكشن الفاكشن يعني شم الالفاكتوري إبي سيليم ده الإبي سيليم مسؤوله عن الشم وده موجود في النوز فقط في مناخيلك خلاص كده؟ طيب انت مثلا في ريحة معين الروح دي انت شمتها طب مين اللي يستقبل الريحة ويبعدتها للأولفاكتوري بسيليام السيليا بقطه يبقى السيليا بشتغل على إنها ريسبت المستقبل بيستقبل الاستيميولاي أو بيستقبل الحاجة اللي جايانه لو هو مثلا في الردز أند كونز يبقى يستقبل الدو لو هو في الأولفاكتوري بسيليام يبقى يستقبل الشم وهكذا بقى أياً كريم مكان اللي هو يبقى الفانكشن وفي سيليا إيه تزوق الفليويدز وتزوق الميوكس في اتجاه واحد فقط وتاني حاجة بتعمل كأنها إيه مستقبلة بتستقبل مين الاستيميولاي الاستيميولاي اللي هو الإشارة أو اللي هو الحاجة اللي جاي لك سواء كانت ضوء فاردز أند كونز أو كانت ريحة يعني أو شم في الاولفاكتوري خلاص كده كده يبقى احنا بفضل يتكلمنا عن أجزاء مين أجزاء السيليا واتكلمنا عن في عندي او مرحوظة بسيطة في السيليا شايف انت حضرتك الجزئية دي الجزئية دي ده السيليا عندي شايف انت بقى الحاجات اللي طلع دي ده مثلا صديونة A اللي هو المايكوتي بيو طالع منها شايف أسلك كده أخيرها نقط زرق فهو ايه الحاجات دي الحاجات دي الحاجات دي اسمها دينين آرمز اسمها دينين آرمز حضرتك دينين آرمز دي المطور أو الدينامو بتاع السيليا المطور أو الدينامو بتاع السيليا بمعنى هي ديت اللي بتخلي السيليا تتحرك عاوز تقول ايه؟ عاوز اقولك تخيل معاني دينين آرمز ديت ما بقيتش موجودة أو بوزت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان السيليا ما فيهاش مطور معناه ان السيليا ما بتتحركش يعني السيليا بوزت طيب ايه بقى اللي يحصل لو السيليا بوزت واحد يقول لي وانا لو السيليا أو الاهداف دي تبوزت ما بيتش شغالة ايه اللي هيحصل حضرتك دي هتخد هتديني حاجة اسمها يعني ايه يعني حركة يعني السيليا ما بتتحركش ازاي عندي سندروم كلمة سندروم يعني متلازمة حاجة اسمها كارتاجنار سندروم كارتاجنار سندروم كارتاجنار سندروم دي متلازمة بتحصل للناس اللي السيليا والاهداف عندهم مش شغال بريزنتين جوزها تعني يعني إيه السندروم دي عباره عن إيه ؟ قال لك أول حاجة ساينيسايتس يعني إيه ساينيسايتس مثبس كلمة سيناس سيناس يعني قيوب بنفايا قيوب أنفايا معناها ساينيس وايتس الي هو الاي تي اي اس ديت معناها التهاب فساينيسايتس التهابhanutبي spent قايوب الأنفايا إزاي بص يا بي شايف معي كل المنطقة الفاضية دي اسمها «جيوب أنفايا» سينز. اماكن مختلفة منطقة دي وينه يسميها الم blastlear sinus. اماكن مختلفة مثلا ناسي capir 신َ . أماكن منطقة دي مسميها التخلص هنا يسمى ال smoid sinus. مهم يعني مهم يعني. مهم يعني ده يسميهceed الشيوان فيه حضروا ليك üzereli جيوان فقط فن porque انا لدي جييوانفية عنا لستطيع أعز على الاتعاع بلام على كبير المدينة إحنا كل سنعض دي جيوانفية كل سنعنا لدينا جيوانفي. لكن أنا لم يكن لدي captions في الجيوانفur. طيب السؤال انت احصلت اولا ايه فايدة جيوب الانفية هتحتخد ان شغلت اناتومي جيوب الانفية دي وظيفتها انها تبقى مناطق فاضية في الجنجمة منطقة فاضية بتخفف من وزن الجنجمة عشان ما تبقاش كلها يعني عضم كيه تبقى تيقل عالجسم بتبقى حجمان خفيف كمان بقى الميوكس اللي هو بيبقى في الجيوب الأنفية بيكون جواه يعني الميوكس اللي هو المخاطل اللي هو بيطلع عندك في مناخلك ده بيكون جواه الجيوب الأنفية دي خلاص كده الميوكس بيكون في الجيوب الأنفية وبالتالي اللي بيحصل بعدها بيبقى جواه الجيوب الأنفية ديها تسيليا اللي هو الأهداف تقوم السيليا تقعد تزوق الجيوب الأنفية انا يسمى السيليا تقعد تزوق الميوكس تزوق 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 لحد ده ما يخرج لبرة لما يخرج لبرة حضرات المنظف مناخية عادي خالص حلو كده ده الطبيعي افرض بقى ان السيليا مش شغالة افرض ان السيليا مش شغالة ايه اللي يحصل؟ هيتكون الميوكس اللي هو المخارج لكن مش هيتزق البر لان اللي كان بيزوقه السيليا والسيليا بوسط طب وبعدين هيقول لك يا بيه ان المخارج ده هيتانيه موجود هيتانيه واقف زي ما كانه مش عاقف يتحرك مش عاقف يخرج لما يتانيه موجود تيجي بكتيريا تعيش عليه البكتيريا لما تعيش عليه تعمل او التاني في حصل عند حضرتك الانتهاب في الجيول الانفية او اللي بنسميه سينيسايتس بص هنا ده المطقة ديت في الحصول السيليا شغالة فمفيش ميوكس اللي بيتكون بيخرج لكن هنا السيليا مش شغالة فما هي ميوكس زمد موجود لهذا صفر ده مش عال يخرج فهنا عندنا سينى سايم curvature او الدهاب في جديولى ايه ده او الحيّة تاني حاجه قصبة هل هناك مختلفة؟ دكسترونه ديكسترو كاردية يعني ديكسترو كاردية يقول لك إن كاردية كاردية ناس اللي خلت الترمينولوجي فيجو بتاع الترمينولوجي كاردية يعني كاردية يعني قلب وديكسترو يعني المين هو معروف من القلب ده موجود فين موجود في النص يميل إلى اليسار قليلا القلب موجود في النص يميل إلى اليسار قليلا يقول لك إن ديكسترو كاردية أوس هنا القلب ده هنا النورمان في النص باصل تحت الشمال شايف وش باصل تحت الشمال هنا الناس اللي عندها ديكسترو كاردية ديكسترو يعني يمين ديكسترو يعني يمين هنا القلب بص ناحية اليمين هل ده عنده حالة مرضية لأ هل الراجل ده بيعاني من اي مشاكل صحية لأ هل بيكبر لحده ما يعمر يبهى تسعين ومئة سنة اوه عندهش اي مشاكل فقط طب الراجل ده عنده القلب بتاعه واليمين لكن بقيت اعضاءه كويسة في ناس تانية بعدها حاجة اسمها صيتز انفيرزز توتاليس صيتز يعني صيت يعني مكان انفيرزز يعني بالعكس توتاليس يعني كله توتال فصيتز انفيرزز وتاليس يعني كل الارغنزما البندلة ازاي يعني يقول لك مثلا يقول لك مثلا ده وبناء ادن نورمل عنده القلب بص ناحية الشمال الكبد اللافر باست ناحية اليمين السمك هي ناحية الشمال فقدت لي ب sowie الريكتم والإينا babys 있나 لفتحة الشرق من ناحية الشمال لكن دا عندو صعيدة amazonrokugilis القلب باست ناحية اليمين الكبد بدى ما كان يمين بائ شمال السمك بدى ما كانت الشمال بقت يمين الفتحة الريكتم أو الإينا كانت ناحية الشمال بقت ناحية اليمين بدى ما dessعام تبقى هنا بقى في ن acompañين هل دى بيعانى اي مشاكل الصحية؟ لا. هل ده بيعاني من اي امراض؟ لا. هل بيعمر ويصل لتسعين ومئة سنة؟ اه. ما عندهمش اي من شغل خاطر. اخر حاجة ميل انفرتاليتي. ميل انفرتاليتي اللي هو عكم عند الرجال. ليه? لان الحيوانات المنوية اللي بتتكون عند الرجل حيوانات المنوية مفهود انها تتحرك ولا متحركش? بتتحرك لكن بتتحرك في جسم الفيميل في الجسم الانثى. لكن يا بي عند الميل في داخل جسم الميل الحيوانات المنوية ما بتتحركش. يعني انت حيوانات المنوية عندك جوا جسمك ما بتتحركش. بتتحرك امتى? بتتتحرك امتى لما تبقى في جسم مين? في جسم. لما تخرج منك. ومال بتوصل وتخرج ازاي يا دكتور? يقول لك ان هي بتتكون في التفس في الخصية وتتزق بالسيليا لبرة. يعني السيليا موجودة تزوق الحيوانات المنوية البرة. طيب انت حضرتك عندك السيليا ما بتتحركش اموتايل سيليا. هل الحيوانات المنوية هتخرج? لا. شبه شبه بالزبط بتاع الحيوانات المنوية مش بتخرج. طبعا اي ميل معندوس حيوانات المنوية بتخرج. وبالتاليه طبعا يبقى عن ضعك ميل انفرتاتي. ديت كل كل مظاهر بتاعت الكارتينجنر سندرون يعني. خلاص? يبقى لما اختفت عم بقيتش موجودة بقيتش شغلة السيليا ما تحركتش. لما السيليا ما تحركتش دخلتني في سندرون اسمها ايه? كارتينجنر سندرون. اخر حاجة بقى في لاجلة. دي شبه السيلي بالزاتة ولكنها لونجر اطول شوية. بتبقى اطوء يعني رفيعة شوية. بتبقى موجودة فين? شبه التيل او في جوا فلاجلة. اللي هي بتحرك دول الحركة. بس كده. كده من فضل الله اتكلمت عن السيليا واتكلمت كمان عن الفلاجلة. آآ آآ ان شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض آآ آآ بقيت النون من بيرس اورجنز. قد لنا حاجة بسيدة خالص. قد لنا تقريبا السيليا منت وخلصنا النون من بيرس اورجنز وخلصنا كلها في هذا الشابتر. آآ آآ اتماني كون درس سهل وبسيط. ونشوفكم مع بعض الحلقة الجاية. وشكرا.